السلام عليكم من جديد في المقابلة برسلونة مع رايو فاليكانو لكل لاحظة ماذا وقع في المقابلة سنقوم بتحليل مبسط تحليل كما نقول لحظة بلحظة سنقوم بتحليل لحظة بلحظة لأن بعض أخوة قال لك ديرنا تحليل بحال هكا ومن بعد ديرنا ملخصات تزيد علي الخدمة الخمس دقائق الأولى دغط رهيب أقول رهيب من طرف فاليكانو على برسلونة البرسلونة ولا محاولة بطء شديد في لعب البارسلونة وتوهان بدون أي خطورة على مرمى رايو فاليكانو هدف أول يعني يأتي من دغط متواصل لريو فاليكانو وكذلك من انتشار غير جيد لفريق برسلونة في رقعة الملعب بسبب أخطاء بعض اللاعبين وأخطاء يعني متكررة في التمركز خصوصا لعبين دخلوا للشوت الأول يعني بواحد برودة لمنع هدها في المقابلتين الأولياتين ضد فرنسيا وضد بيلباو الآن شفنا ضد فريق عادي فريق صغير فريق يحاول يعني يقدم شيء ما على ملعبه وأمام جماهيره كل لا بهدف من جملة من الأخطاء سندكرها يعني في حلقات هذه الموضوع شتيغن دائما على ما تستفهم علش أنا كنقول شتيغن على ما تستفهم لأنه يعني في مليجة البونت فاشتاجي تمركى الهدف شتيغن كان مغطي يعني الركن اللي تمركى منه الهدف يعني تغطية شاملة وكان يتواجد في المكان المناسب ومع ذلك يفشل في التصدي إلى كرة سهلا نوعا ما لأنه لو كان بعيد على على القائم اللي تمركت فيه الهدف نقولي ربما كانت الكرة بعيدة عليه لو كانت تمركزه غير صحيحة نقوله ربما هو ركن متواجد في نفس تجاه الكرة وغالق يعني الركن جيدا ومع ذلك يسجل هذا هذه كتبقى عالم تستفهم على عمي شتيغن وتكلن منه كثيرا عن شتيغن بعد ذلك لم نرى ردة فعل قوية من طرف البارس دقيقة 17 لا تزال يعني على حدود دقيقة 17 لا يزال الوضع على ما هو عليه البارسا ضائعة تماما لا تستطيع لا بناء لعب لا فعل أي شيء أول لقطة في دقيقة 18 البارسا في يد الحارس من طرف مارتينيز يعني واحدة سديدة من طرف مارتينيز جاءت في يد الحارس يعني بطريقة سهلة جدا تحركات بيدري في الشوت الأول كلها خاطئة وبعيد كل البعد عن ما قدمه بيدري في مقابلة بيلباو الماضية ماذا يفعل طريس في بارسلون هذا السؤال الذي سيتوجه نتوجه به إلى الجماهير وإلى الإدارة وإلى التقنيين وإلى النقاد وإلى كل ماذا يفعل طريس في بارسلون لم يظهر له أثر ولم يقدم أي شيء ولم يفعل أي شيء لا دفاعيا لا هجوميا لا شيء يعني طريس علامة استفهام كبرى في فريق بارسلون أخطاء كوندي كثيرة في هذا الشوط يعني كوندي الذي قدم مقابلة جيدة أمام بيلباو في الشوط الأول من مقابلة رايو فاليكانو بحالك تشوف أنه اللاعب داخل يعني فيه نرفزة كبيرة يعني داخل مضطرب لم يقدم شيء لا دفاعيا ولا هجومين أخطاءه يعني كثيرة جدا لا يغطي على الكرات كل الكرات تكون في ظهره هجوميا مشلول أنا أتكلم فقط عن الشوط الأول كرة جد سريعة من فاليكانو تصيب البارسا بالدهشة هات الكرة اللي قدمتها فاليكانو يعني في فترات الشوط الأول كانت سريعة جدا ضغط راهيب يعني بناء هجمات متواصل محاولات متواصلة تركت البارسا في حيرة من أرمجها يعني بحال ذات اللي كان قوله أنه خلعونا ولم نستطيع أن نعود في أجواء المقابلة كنت قولنا يمكن تفوت واحد لعشر دقائق كنت أقول يعني بعد الهدف ربما واحد لخمس دقائق تعود البارسا فإذا بالبرسا تائها توهانا يعني خير مبرر تماما يعني البرسا لم يجد الحلول نهائيا في فترات الشوط الأول كاملة لا دفاعيا ولا هجوميا ولا في وسط الملعب يعني تائها البرسا كانت تائها جدا بعد المحاولات البسيطة فقط من يمين يمال ماذا يفعل شخص واحد أمام يعني كل دفاع رايو فاليكانو يعني تفوق واضح لريو فاليكانو في كل شيء في النصف ساعة الأولى من المقابلة السرعة والضغط والاستحواذ وبناء اللعب والتمركز واستغلال المساحات كان جيد جدا من طرف ليفا من طرف عفوان رايو فاليكانو محاولات خجولة من البارسا ولعب نوعا ما يعني فردي فقط بعد محاولات الفردي من يمين يمال فقط طرس لا ينفعوا في شيء لا هجوميا لا دفاعيا لا تمركز لا زعتر لا بندير لا شيء لا شيء الحد لان أنا كنقول دائما نلعب من يكون ندخل للطرس نلعبوا ناقصين بلاعب دائما يعني كل محاولات البارسا كانت فاشلة ولا تشكلوا أي خطورة في فترات الشوط الأول كاملة كوندي كان أسوأ لاعب يعني في طيلة الشوط الأول غياب تام لليفا الذي لم نراه في الشوط الأول نهائيا البعض قال لي ما رأي تجيبك ها هي أخي الورقة أكتب بعض الملاحظات لأنه ما غادش نقدر ننديلك تحليل نتعمق قابلة بالدقائق بكاد أكتب هذه الملاحظات وأدونها ومن بعد كنقولها لك رافينيا يعني في الشوط الأول يذكرون برافينيا الهندي متاع السناء الماضي أنا أتكلم عن الشوط الأول قام ببعض المجهودات قام ببدا ولكن الفاعلية أو الخدمة بالعقل كما نقولها غائبة تماما بيدري لا حيلة له نظرا لبعض الظروف ونشرحها من بعد بيرنال وكوبارسي يعني الأداء ديالهم كان متوسط أما الباقي فكلهم كانوا سيئين باستثناء يعني بعض الشيء يامين يامال الذي كان يقوم بمحاولات فرضية ويامين يامال للعلم في بداية الشوط الأول أنقذ البارسة من هدفين محققين كما قام ببعض المحاولات على المرمى يعني إجمالا كان أحسن لاعب في الموقع في الشوط الأول أقول في الشوط الأول ولكن أحسن في بعض الأشياء وسيئ في بعض الأشياء أخرى كان هو يامين يامال يعني كان رجل الشوط كما نقول وكوندي كان أسوأ رجل في الشوط الأول من طرف فريق بارسالون يعني مارتن لاعب مبتدئ دار واحد الخطأ على إتره جاء الهدف يعني مارتنز يعني متوسط هو كو بارسي يعني قدمه يعني شوط دفاعيا متوسط نمشو الشوط التاني مباشرة ورقة تانية يعني خروج العاهة الرئيس سيجعل البارس الآن يلعب ب11 لاعبا ضد 11 لاعبا دخول أولمو الصفقة الجديدة التي تكلم عليها البعض كثيرا ثم كثيرا ثم كثيرا وشرحنا دور أولمو في منظومة فريق بارسالون هل سيتبتو ذلك أولمو سوف نرى يعني هناك يعاقل أولمو في أول ظهور وأول لقطة يعاق أولمو في منطقة جزاء رايو فاليكانو وهناك شكوك يتغاضى عنها الحاكم ما بغلشنا نضروع للحاكم لأن الحاكم هذا يعني بارسالون لا تجد معه نفسها دائما يديرنا بعض الأشياء ويحرمونا من بعض النقاط ويحرمونا من بعض اللقطات خصوصا في السنة الماضية يعني كانت يعني إدارته لمباريات بارسالون كانت جد كارتية البارسا يضغط من بداية الشوت الأول يعني كأنك ترى فريق آخر داخله في الشوت الثاني البارسا تعتبر الشوت الأول مغاير تماما عن البارسا تعتبر الشوت الثاني الشوت الثاني شفنا كل شيء مغاير هل هذا بدخول أولمو فقط يعني هناك يبقى تساؤل شفنا يعني في أول دقيقتين أول فرصتين للتسجيل في طيلة فترة الشوت الأول اللي منرى فرص حقيقية شبه فرص كناك نشوفها في الشوت الأول أما في الشوت الثاني هناك فرص جد حقيقية ضغط متواصل وضغط رهيب شكله البارسا على فريق رايو فاليكانو كوندي يسدد في الدقيقة سبعة وربعين عفوا في الدقيقة سبعة وربعين كوندي تسديد أولى لو لا تدخل الدفاع أول لقطة حقيقية بعد عمل جيد من البارسا وليفا يضيع أوضح فرصة لتعديل النتيجة في الدقيقة خمسين كانت جد خطيرة كرة التي مر لها رافينيا لليفاندوفسكو ولم يلحق بها لليفاندوفسكو أو لم يتعامل معها جيدا مرت أمام رجليه كانت هذه أخطر فرصة لفريق البارسا في الدقيقة خمسين البارسا يستعيد توازنه ويدغط ويبني لعب ويتمركز جيدا ويستحوذ على كل مراكز الملعب هذه أول مرة نشوفها في طالة المقابلة تقريبا منذ دخول ألمه أو باش ما نقولوش بأنه ألمه هو السبب منذ الشوط الثاني تغير لعب البارسا 360 درجة يعني تسديدة من رافينيا في دقيقة 53 كانت جد خطيرة على مرماء الخصم من هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 54 لو لا رعون تليفاندوفسكو وتباطؤه لكان هدف التعادل سديدة رائعة من ألمه في الدقيقة تقريبا 58 تصدم بالعارضة يعني دخول هذا اللعب أصبح البرسا يبني هجمات أصبح البرسا يستحوذ امتلك البرسا وسط الميدان اللي كان غائب تماما في الشوط الأول يعني تغير أشياء هذا أول لعب أنا أراه يسدد من خارج منطقة الجزاء ويزعم ويعطي تمريلات ويسجل يراوغ يلعب يعني فعل كل شيء فعل كل شيء تقريبا فعل كل شيء يعني دخول أولمو غير من شكل الفريق ووضع توازن حقيقي لفريق برسا عملية هجومية جيدة من بيدري وتبادل الكرات معرفين يعني هل تبادل الكرات هو ما يميز البرسا هذيك اعطيني نعطيك اعطيني كرة ثم ابحث عنها في مكان آخر ها التنائيات هي من كان يميز البرسا طيلة فترات وطيلة سنوات تعود بشراكة ما بين بيدري ورافينيا وبالتالي بيدري يسجل هدف عادل في الدقيقة الستين حينما يتحرك البرسا يسجل بكل سهولة حينما تبني يعني هجمات تستطيع تسجيل حينما تبني لعب تشكل خطور معادلة بسيطة جدا يعني عملية هجومية جيدة يأتي على إثرها هدف التعادل شوط ثاني وبارسا ثاني يعني تماما رأينا الفريق كأنك اخرجت فريق ووضعت مكانه فريق آخر في الشوط الثاني محاولات مستمرة من البارسا وكلها كانت محاولات خطيرة عكس ما كان يقعوا في الشوط الأول كانت شبه محاولات ومحاولات يعني فرضية وكانت لا تشكل أي خطورة على مرمى الخصم بناء لعب جيد يعني تقريبا كل عناصر البارسا بدأت تتحرك حتى كوندي كان سيئا في الشوط الأول أصبح جيدا مع عيبه الواحد أنه لا يستطيع يعني بناء هجمات ممتازة يقدر بني الكجمة أو هجمتين ولكن كل هجمات كل هجمات تكسر ونعلم ذلك لأنه ليس لاعب ظاهير أيمن يعني أصلا اللاعب ليس ظاهير أيمن هذا رفقت غير رقع به الإخوان رهكون دي ليس بلاعب ظاهير أيمن ممتاز دفاعيا ولكن هجوميا ضعيف جدا ضعيف جدا أقول ثم أكررها يعني احتل الولد مارتين اللي لعب معنا الشوط الأول في بلاستباردي يعني الولد مبتدي والخطأ اللي وقع فيها من بعد غد نشرحه على إثري هجاء الهدف فلهذا يعني كنا نلعب يعني في الشوط الأول بدون أظهيرة حقيقية صراحة أقول محاولات بناء لعب جيد من طرف عناصر البارسا بدأ الإعياء واضحا على عناصر ريوفاليكانو لأنهم قدموا كل شيء في الشوط الأول أخطاء كوندي واضحة لو لا تدخل الدفاع في أحد اللقطة بعد خطأه لسجل ريوفاليكانو هدف ثاني في الدقيقة تسعة وستين تضارك يعني من طرف كوبارسي على ما أظن تضارك خطأ تمرير كوندي أعطى تمرير للخصم على إثريها جاءت هجمة مرتدة يعني عودة رافينيا إلى الجناح الأيصر سيغير كذلك من شكل لأنه في الشوط الأول كنا كنا نشوف بأنه مرتين لا يجد المساعدة الكافية من طرف تورريس كان مرتين يعني لائب مبتدئ كي يطلع وكي يهبط بوحده من كي يكون عليها ضغط دفاع لا نرى تورريس أما مع تحول رافينيا إلى الجناح أصبح رافينيا يساعد مرتين دفاعيا فلهذا تحسن مرتين نوعا ما يعني يقدم مقابلة جيد هذا مرتين مرتين أول مقابلة لعبها رسميا قدم مقابلة جيد لو لا يعني خطأ وقع فيه ولكن خطأ غير مقصود هذا راجح إلى نقص تجربة ونقص الخبرة في الدقيقة 70 بعد جدل لقطة الهدف الثاني للبارسا وبعد المراجعة الفار يقرر الحكم إلغاء هدف ليفا بعد خطأ كذلك من كوندي يعني كوندي كان صراحة فد مقابلة يعني لم يكن مركزا جيدا هذا باختصار دقيقة 78 محاولة من رايو فاليكانو تدخل شتيغن كانت محاولة يعني متوسطة كوبارسي كاد يسجن من ركنية في الدقيقة 80 وتدخل المدافعين يعني في دقيقة 81 كذلك هدف أولمو بعد ضغط مستمر هدف دقيقة 85 انفراد لاعب رايو فاليكانو ولولا تباطئه تدخل الدفاع لكان هدف التعادل دقيقة 87 ضربت جزاء واضح للبارسا يتغاض عنها الحكم ولم يرجع إلى الفار خروج بيدري بعد إصابة ودخول لوبز هل هناك إصابة لبيدري أم ماذا هذه نخلي ها لأيام تبين دقيقة 92 تسديدة ممتازة من بيرنال وتصدي رائع من حارس الخصم دقيقة 93 تسديدة أخرى من يامال تصدم في الدفاع دقيقة 94 رافينيا كاد يسجل مرة أخرى دقيقة 97 فرصة لرايو فاليكانو كاد تكون هدف التعادل إصابة بيرنال وخرجه في دقيقة 87 ومن أخطر الفرص في الدقيقة 100 رايو فاليكانو كاد يسجل هدف التعادل يعني هذا الشي اللي يقع خلاصة في هذه المقابلة وشكرا